رح مبلش بهذا الفيديو الحديث عن موضوع قراءة القيم التشابهية باستخدام المتحكم الصغري او الماكرو كنترولر اللي عمشتغالي اللي هو من عائلة اتميغا بالبداية نحن ليش منحتاج انه يكون عندنا متحكم قادر على قراءة قيم تشابهية سبق واتدربنا على قراءة حالات هي اما حالة او او واحد او صفر اي اسم فيك تسمينها لكن بالواقع الحياة ليست فقط تشغير واطفاء كل المتغيرات الفيزيائية مجهورة بحياتنا اليومية هي متغيرات تدرج بين حد ادنى وحد اعلى وليس فقط قيمة عزمة وقيمة دنيا لهيك رح نقول انه نحن بحاجة لقراءة المتغيرات الفيزيائية الموجودة في العالم الواقعي واللي هي قيم تدريجية وليست قيم فقط انه نقف من هالحاجة نشوف انه اه المتحكم اللي رح نشغي عليه بتيح هالامكانية من خلال شي اسمه الواجهات التشابهية او الانو انترفيسز هان بتيح عندي هذا المتحكم من خلال واجهتين الواجهة الاولى هي واجهة او واحدة تبديل من الشكل التشابه الى الشكل الرقمي اه هي واجهة او طرفية رح لحتى حول قراءة تقع ضمن المجال من صفر الى اه اه خمسة فولت الى شكل رقمي عبارة اصفار واحدات موافقة لها القراءة التشابهية من المعروف انه المعالج اه ما بيفهم غير اصفار واحدات فلهيك لازم يكون في عندي شي يبدل لي من الشكل التشابهي الى الاصفار الواحدات اللي بفهم المعالج لهيك احتجت اهي الواحدة الشيء التاني او الواجهة التانية اللي بتدعم التعامل مع القيم التشابهية اه بالمتحكم عندي هي المقارنة التشابهي او الان الكمبارتور اه رح شوف انه في عندي امكانية لحتى اه قارب من قيمتين تشابهيتين اذا كانت قيمة اولى اكبر من قيمة تانية في عندي تصرف معين والعكس ايضا في عندي تصرف مختلف رح استخدم هال واحدتين لحتى اقدر اقرأ وبركز على عملية القراءة حاليا لانه اصدار امر تشابهي لسه رح نحكي عليه اه لابعدين لمنتقل البحث الموقتات والعدادات حاليا انا كل مجال شغلي في قراءة القيم التشابهية قراءة القيم التشابهية على سبيل المثال ممكن انا اقرأ اشارة هي جاية من حساس حرارة من قياس جهد من قياس لاشارة اه صوتية وحول الاشارات المختلفة المختلفة الى شكل رقمي عبارة الاصفار وواحدات يفهم المعالج بالنسبة لعملية التحويل هي في الواقع انا رح حول قيمة تشابهية تقع ضمن مجال معين وبورجع بقول بالمتحكم رحقول ان رح حدد مجال القيم بين الصفر والتغزي والحال المثالية هي الخمسة طبعا في عندي امكانيات تحت غيرها لحياة خمسة فولت يعني مجال القيم اللي بيفهمها المبدل لكن هلا رح اشرحها لحال النموذجية اللي هي صفر الى خمسة فولت رحقول انه عملية تحويل هي موضوع نسبة وتناسب ما اكتر ولا اقل فاذا اجاني اتنين فولت من اصل خمسة فولت مجال كلي رحقول انه جايين يدخل يوافق اربعين بالمية من المجال الكلي اللي انا بقدر اقرأه هي صفر فاصل اربع اثنين على خمسة صفر فاصل اربع طب هاي الصفر فاصل اربع اكيد ازا بدي شوف اثنين على خمسة يطلع معي ناتج التحويل بدل ما قيس اثنين فولت يطلع مع اثنين صفر فاصل اربع اكيد هذا الكلام مر منطقي اولا هالنتيجة هي نتيج تقسيم قيمتين تشابهيتين والمعالج لحد هنا للسماء ما اجه اصفار وواحدات ففي الواقع شو رح يصير عندي اللي رح يصير عندي انه رح اجري عملية تبديل لها القيمة التشابهية لحتى تظهر بشكل رقمي اصفار وواحدات هالنتج اللي رح احصل عليه رح يكون ممثل اولا باستخدام اصفار اصفار وواحدات ممكن يكون عشر خانات او ممكن يكون تمان خانات عشرة بيت او تمانة بيت طيب لما يكون عندي نتيجة التبديل ومثل باستخدام تمانة بيت مباشرة رح يخطر عبالي انه القيمة الدنيا لازم توافق صفر يعني هي تمانة اصفار والقيمة العظمى للتبديل اللي هي خمسة لازم توافق تمان واحدات بمعاني تاني ناتج عملية التبديل رح يكون من صفر الى ممتين وخمسة وخمسين اللي هي عملية ممتين وستة وخمسين ناقص واحد في حال كان عندي في حال كان عندي نتيجة التبديل موصوفة باستخدام عشرة بيت رح يقول انه الناتج عندي رح يتراوح بين صفر لاجل الصفر فولت وعشر واحدات او القيمة الف وثلاثة وعشرين لاجل القيمة خمسة فولت فمتل ما كان عندي هون تناسب اثنين على خمسة رح يطلع معي تناسب لكن المجال الكل ما ضل خمسة فولت المجال الكل صار اما متين وخمسة وخمسين او الف وثلاثة وعشرين حسب عادل بالتاتل المستخدمة انا لتمثيل نتيجة التحويل من شكل شوهي دلشكل الرقم فعلى سبيل المثال انا اذا اجبت هالتنين فولت والمجال الكل انا عندي هو خمسة فولت اجريت عملية تبديل للاثنين فولت حتى احصل على نتيجة بدقة او عفوا استخدام التمثيل الكلام ما نخاطئ لكن لسه ما نعم بتقنية لم اعرف شي دقة 9 به رح ارجو اقول اذا انا بدي بدل القيمة اثنين فولت الى الشكل الرقمي متل ما اطلع عندي انا رقيق او اثنين على خمسة يساوي اوربا او اربعين بالمية من المجال الكلية انا لازم اطلع عندي ايضا بالشكل الرقمي قيمة وافق وافق اربعين بالمية من المجال الكلية يعني ثانين والا بميتين وخمسة وخمسين والتي هي اذا منحسبها رح اطلع وثانين هالعلاقة فينا رتبة جهد الدخل على كامل مجال اللي انا ممكن ابدله من الشكل التشابهي الى الشكل الرقمي يعني هنقل هون بمثالي اثنين هو خمسة. رحكون عندي هالنتيجة او هالكسر متناسب هالنسبة انا عندي هون في الى مقابل بالطرف التاني. اولا معروف انه يوافق اثنين القوة ناقص واحد او اثنين القوة عدل بالتات المستخدمة تمثيل النتيجة الرقمية يعي اثنين القوة اتماني ناقص واحد معد هون صار عندي ميتان وخمسة وخمسين بمثال. ازن هيدا خمسة صارت ثابتة وانتان وخمسة وخمسين صارت ثابتة. المتغير الاول هو عم يكون عندي دخل رح يتم قياسه على احد ارجل تدعم التبديل من شكل التشابه للشكل الرقمي. وخرج المبدل رح يكون هيدا القيمة يهوى عمليا رح يكون قيمة اصفار واحدات اصفار واحدات متناسبة او متل ما اطلع عندي انا نسبة بالطرف الايسر هون رح يطلع عندي نفس النسبة بالطرف الايمن. مع زياد رح تزاد قيمة اكس مع صغر رح تصغر قيمة اكس. فينا نجرب مباشرة اتنين على خمسة هون عندي ميتان وخمسة وخمسين جزاء الطرفين وسائل جزاء الوسطين اكس تساوي مية واثنين هيك رح يطلع معي تماما. طبعا بعد ما حصلت على نتيجة التحويل اصار فيني فيها الشي اللي بحتاجه. ممكن اعرضها على شاشة او واحدة ممكن استخدامها ضمن عملية لاجراء امر تحكم معين. ممكن هاي النتيجة ما تكون مباشرة وباغلب الاحيان هي مانح تكون تشير مباشرة الى القراءة اللي انا بحتاجها فممكن ندخلها ضمن معادلة رياضية حول هالقراءة اللي هي بتوافق قيمة جهد الى مسلا مسلا درجة حرارة او مسلا سرعة دوران او محرك او اي اشي او رحقول اي خرج حساس بيعطيني تناسب بين متغير فيزيائي معين وقيمة جهد. وبرجع بقول انا هون القيمة اللي عمقيسة هي قيمة جهد قيمة جهد على احد اه مداخل الوحدة اي دي سي. قيمة جهد. وهذا الجهد رح حول قيمته الى الشكل الرقمي بعدين استخدمه حسب ما انا بحتاج. لحد هون اه 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 ناقشنا فقط شو يعني عملية تحويل. شو مجال اه 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 ناتجة عملية التحويل حد ادنى وحد اعلى. لكن اه بظل عندي ناقص هونه مفهوم اسمه التزيئي او الخطوة او الريزولوشن اه او دقة عملية التحويل. هلا بنتبه انه اه اه ازا كان عندي كامل المجال اللي هو خمسة فولت. و اه اه نتيجة تحويل اه رح تقسم عندي الى مجموعة من القيم تتراوح بين اه اه صفر او نتيجة تحويل رح توافق عندي اه اه قيم تتراوح بين اثمان اصفار الى اثمان واحدات. رح شوف انه هالنتيجة تحويل رح تكون عبارة عن ميتان وخمسة وخمسين خطوة. هي عملية منصفر انه تلينة القوة اثماني ناقص واحد. كاني عمقول انه كامل المجال كامل المجال اللي هو بمثالي لحدها لهو خمسة فولت عم تقسم الى متان وخمسة وخمسين خطوة. كاني عمقول انه عدد البتات ان المستخدمه لحتى اه 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 رمز نتيجة تحويل هو عم يحدد لي اصغر خطوة انا بقدر قيسها باستخدام هذا المبدل اي دي سي. فبمثال اذا كان عندي خمسة فولت عم قسمها على متان وخمسة وخمسين رح احصل على قيمة هي عشرين ميلي فولت. شوين الفي رزولوشن يساوي عشرين ميلي فولت? معناها كل ما زادت كل ما زادت نتيجة التحويل اللي هي اكس بمقدار عدة واحدة رح يكون عندي ازداد الدخل بمقدار عشرين ميلي فولت. فيني اضرب متان وخمسة وخمسين ضرب متان ومتان وخمسة وخمسين ضرب عشرين ميلي فولت لازم يطلع معي قيمة قريبة من الخمسة فولت. شو يعني شو يعني انا عندي الخطوة تقريبا تساوي عشرين ميلي فولت. هيدا هو اشارة تقريبة. هيدا الشي يعني انه اذا تغيرت قيمة الدخل بمقدار اقل من عشرين ميلي فولت المبدل ما رح تحسس لهذا التغير. لحتى يزيد يزيد خرج المبدل بمقدار عدة واحدة لازم يزداد الدخل بمقدار عشرين ميلي فولت. لحتى يزيد اه خرج المبدل بمقدار عدتين لازم يزيد عندي هون اتنين ضرب عشرين ميلي فولت على الدخل. هيدا الشي برجع بقول بيعني انه انا اقل قيمة جهد بقدر اتحسس له او بقدر اكتشفه او بقدر راقة تغيره هي عشرين ميلي فولت. كل شي اقل من عشرين ميلي فولت المبدل ما رح تحسس له. نهائيا. طيب اه اذا احتاجت اه دقة اصغر. عفوا دقة اكبر وبالتالي خطوة اصغر. دقة اكبر للتحويل وبالتالي خطوة اصغر. اه بقلك انه المتحكم. المتحكم اتميقة عندي بيعطيني امكانية الحصول على نتيجة التحويل. اه من شكل التشاوه لشكل الرقمي اما بدقة اتماني بيت. المتاني باستخدام اتمين بيتات لتمثيل نتيجة التبديل او بدقة عشرة بيت. شو يعني رح استخدم بدل اتماني بيت رح استخدم عشرة بيت لحتى اه عبر عن نتيجة التحويل من شكل التشاوه الى شكل الرقمي. بنتبه انه اللي رح تغير عندي بهاي دال المعادلة او بهاي المعادلة هون. رح يكون عندي بدل اتنين للقوة مية رح اصبح عندي اتنين للقوة عشرة. وصار عندي هون اتنين للقوة عشرة يعني الف واربعة وعشرين ناقص واحد. رح يطلع معي خمسة تقسيم الف وثلاثة وعشرين تقريبا تقريبا يساوي خمسة ميلي فولت. بمعنى الثاني انا ضاعفت دقة التبديل لاربع اضعاف. وصغرت الخطوة اللي او الريزولوشن اللي بيتحسس له المبدل الى الربع. اذا شو عملت هنا لما زدت التمثيل بمقدار بيتين. رحقول اني ضاعفت الدقة اربع مرات واصغرت الخطوة الى الربع. كاني عم قول لما استخدم دقة تحويل عشرة. عشرة بيت رح يكون عندي الخطوة اللي بيتحسس له المبدل هي خمسة ميلي فولت. خمسة ميلي فولت. حتى طبعا كل شيء اقل من خمسة ميلي فولت ما رح يتحسس له المبدل. ما رح يتحسس له المبدل. هلا كمان بعد شوية رح نحكي عن خطأ بيكون موجود عندي بدقة التبديل. لكن هذا الخطأ لن يتجاوز لن يتجاوز بحالة معينة. خطوة واحدة اللي هي ممكن تكون عشرين ميلي فولت او خمسة ميلي فولت حسب عدد البتات. ويمكن ان يصل الى خطأ خانتين عند استخدام شيء اسمه القراءة التفاضلي للاشارة. رح نحكي عن هذا الشيء بوقته. لكن اللي بيهمني هلا الفكرة او خطوة القياس الاصفر بزيادة عدد البتات رح تصفر هيدا القيمة. بنقص عدد البتات رح تزداد هاي القيمة وتصير اصغر خطوة بالابتشفى المبدل. رح تصير اكبر كل ما صغر هالعدد البتات اللي نستخدمه لتمثيل النتيجة. بعد ما حكيت شوي عن مفهوم التبديل وشكل النتيجة. وايضا دقة التبديل او دقة التحويل رح استعرض ميزات الواحدة الموجودة عندي ضمن اه متحكمات اي في ار. رح هو عن دقة التحويل هي حتى عشرة بيت. بمعنى تاني انتي عندك امكانية تاخد نتيجة التحويل بلقة تمانة بيت. وفيك تاخد نتيجة التحويل بيه. دقة عشرة بيت. حسب ما انت بتحتاج. اه طبعا. شين حسب ما انت بتحتاج. يمكن الحساس اللي انت مستخدمه. اه يمكن ما تكون الخطوة اللي اه صغيرة الى حدود الخمسة ميلي فولت. وبالتالي زيادة الدقة ببعض الاحيان ممكن يكون اه ما الى فائدة. فحسب انت عن شو عن تقرأ. اه او من اي مصدر عن تقرأ الاشارة التشابهية. ممكن تحتاج ثمانة بيت فقط. ممكن تحتاج عشرة بيت. ممكن لثمانة بيت بعض التطبيقات تكون مفيدة. متل ما رح ارض باحد الامس اللي احلى استخدام احساس قياس الحرارة الام خمسة والتاتين. النقطة التانية خطأ تحويل بنسبة اه او بقيمة لا تتجاوز زائد ناقص اثنين الاس بي. بمعنى تاني انت لما عم تجرع عملية التبديل وهذا الشي موجود يعني ليس فقط في الواحدة اي دي سي لمتحكم المتحكمات نعائلة اي في ار لكن في كل المبديلات اي دي سي نتيجة طبيعة عملية التكميم رح اقول انه في عندي خطأ لما باستخدم قناة واحدة التبديل هو اه اه ضمن المجال زائد ناقص واحدة الاس بي. اه اخانة اه واحدة اقل اهمية. وفي حال استخدام القراءة التشابهية اه افهم القراءة التفاضلية رح يضعف عندي هذا المجال الخطأ. اه وقد يصل اه اه الى زائد او ناقص اثنين الاس بي. نسبة نقطة ثالثة زمن التحويل. بمعنى ثاني الزمن اللازم حتى اه 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 تكتمل عملية التحويل لعينة معينة على الدخل الى الشكل الرقمي. بمعنى ثاني انا فيني اجري عمليات اه اه تحويل من شكل تشابه الى الشكل الرقمي. وكل عملية قد تستغلق زمن بتراوح بين خمسة وستين وميتين وستين ميكرو ثاني. طبعا على بعد شوية راح تعلام كيف راح اسمح لي اني اوصل الى حوالي خمسة عشر كيلو سامبل بير سكند او خمسة عالف عينة في الثانية. وعن هذا الشي راح يكون عندي هالعدد او هالسرعة من التحويل مع اعلى دقة التحويل اللي هي عشرة بيت. بالنسبة للنقطة التالية راح شوف عندي انه اه واحدة اي دي سي موجودة عندي في اه اه بنية اي في ار واكيد لازم كون في عندي عدد مداخل اه كافي. بالنسبة لمتحكم اتنين وثلاثين موجود عندي اه اتمن مداخل اه ارقامة من اي دي سي صفر حتى اي دي سي سبعة بقدر بختار عن اي قناة انا راح اخذ القراءة واجري عملية التبديل. طبعا هون لازم اقول انه نبدل او متحكم يحوي اه واحدة اي دي سي واحدة. لكن ممكن انا اختار اي دخل من هالمداخل حتى اجري عملية التحويل. يعني ما كل مدخل الو واحدة التبديل خاصة لقا يوجد واحدة تحويل اه واحدة. ومن خلال اه دارة انتخاب راح اختار القناة اللي بدي بنفس لعملية التحويل او نفس قيمة عملية التحويل الجهة اللي موجودة عليها من الشكل التشابه لشكل الرقم. نسمع نقطة تالية ازاحة اختيارية لنتيج التحويل نحو اليسار. هون راح اقول لما بدي تكون عندي دقة التحويل فقط 8 بيت راح استخدم او اجري خطوة اه بسيطة تخليلي اللي راح اقراءها هي موجودة في اه مسجل واحد وبالتالي راح اقرأ فقط 8 بيتات بدل ما اقرأ العشر بيتات الكاملة. راح احكي عن هايدي النقطة بي بي اه وقتها. بالنسبة للنقطة التالية راح شوف انه عندي مجال الدخل اه بتراوح بين صفر الى اه ازا المجال اللي بيقدر يتعامل معه المبدل اي دي سي موجود في المتحكم هو من اه صفر التغذية وحتى اه جهة التغذية اه اه تحتاج كامل مجال ممكن تختار اه قيمة عزمة للتحويل هي اتنين فاصل ستة وخمسين اه بحيث انك انت اه راح اقول اه تستخدم اه جزء من المجال بدل ما تكون عندك اه كامل المجال راح نحكي عن هذا المثال ايضا ببوقت لانه احيانا اختيار هيدا الجهد المرجعي بينفعنا ببعض الحالات ايضا فين اتركه ده اه قيمة الجهد الكلي دخل المرجعي اه بوافع القيمة الجهد الاعظمي لعملية التبديل فين اتركه في سي سي وبعد شوية راح شوف انه فين اعطيقية مختلفة يعني اتنين فاصل اتو خمسين وفي سي سي لكن من المتحكم بدون اضافة اي عنشر خارجي فيك تختار اه مجال التبديل الاعظمي هو اما اتنين فاصل ستة و خمسين فولت او نسبة النقطة تسعة في عندي نماطية عمل حر او مفرد سينجل كونفرجن اه مود راحقول انه في عندك امكانية انك تخلي المبدل يجري عملية التبديل مباشرة يباشر عملية التبديل التالية بشكل متكرر ديون توقف او فيك لما بتحتاج تجري عملية التبديل اللي انت بدك اياها فالموضوع متاح اليك بالحالتين وان الحالتين الهم ميزات وسلبيات ايضا راح نقش هذا الموضوع بالتفصيل بوقته عشرة امكانية قدح لعمية التحويل من خلال توابع المقاطعات بمعنى تاني اه ليس بضرورة فقط انك انت تعطي اه امر اجراء مريد التحويل من شكل شكل الرقمي اه خلال اه تابع مين لا لك يعني خلال اه برنامجك اللي عم يشتغل بي اه بي بطريقة اه عادية اه ممكن عند حدوث ايا او ما هي مقاطعة عند حدوث مجموعة معينة من المقاطعات بما تاني عند حدوث مجموعة اه معينة من الاحداث انت اه تطلب اجراء عملية تحويل اه لاجل قراءة القيمة التشابهية الموجودة على احد المداخل اداعش مقاطعة اكتمال عملية التحويل بمعنى تاني انت رح تطلب اجراء عملية تحويل وسبق وذكرنا انه العملية التحويل بتحتاج زمن بتراوح بين خمسة وستين الى ميتان وستين ميكرو ثانية فانت لان بتجري عملية التحويل اولا بتبلش عملية التحويل اه برنامجك ما رح توقف الواحدة الاي دي سي رح تابع الشغل رح تابع الشغل وليكن على الاقل مدة خمسة وستين ميكرو ثانية المتحكم شو بيكون اشتغل بهال ميكرو ثانية بيكون اشتغل لكن عند انتهاء عملية التحويل ممكن اتفعل شي اسمه مقاطعة اكتمال عملية التحويل لحتى تقرأ لهي القيمة تقرأ لهي القيمة فمتل ما ذكرنا سابقا بموضوع المقاطعات المقاطعة هون عم تخلي المعالج يشتغل اشغال تانية ولما بيصير الشي اللي انا بدي اياه رح خلي المعالج يخدم عملية او مقاطعة اه اكتمال تحويل ويقرأ القيمة اللي تم حصول عليها من المبدل اي دي سي هقول هنا على المجموعة من النقاط الاساسية في الوحدة اي دي سي وان هي موجودة في اه اه كل اه متحكمات اه اي في ار اه لكن فقط عدد القنوات ممكن اه يختلف عندي باختلاف اه اه عدد ارجل المتحكم اللي عم اشتغل عليه لكن الاساسيات متل ما ذكرنا سابقا مشتركة تماما انتقلنا هذا المخطط رح اقول انه هذا المخطط عندي بيوضح يوضح اه طريقة اختيار القناة اللي بدي اه اجري له عملية التحويل منتبه انه هذا المالتيبليكسر او الناخب عندي له 8 اقنية من اي دي سي صفر حتى اي دي سي سبعة من خلال هال الناخب اكيد في عندي مشوعة من قطوط الانتخاب هلا بعد شوية رح شوف كيف رح اتحكم فيها رح اختار احد المداخل وليكن مسلا اي دي سي خمسة حتى اجري له عملية التحويل من الشكل التشابه الى الشكل الرقمي المبدل المستخدم في اه 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 العائلة اي في اار هو مبدل من النوع سكسساب ابروكسيماشن انتو ديجتال كونفيرتر فهو رح يقول مقدل تشابهي إلى رقمي يعتمد على عملية التقريب المتتالي عملية التقريب المتتالي وها رح أضب التفصيل عملية التقريب المتتالي تاخد مدخلين المدخل الأول هو هو المجال الأعظم لعملية التحويل المجال الأعظمي لعملية التحويل اللي رح أختاره فيما بعد والمدخل الثاني هو إشارة هي رح استخدامها لحتى نفذ عملية التحويل من الشكل التشابهي إلى الشكل الرقمي هل بيتشوف أنه من خلال تردد إشارة الساعة اللي أنا مستخدمها بهذا البلوك رح أحصل على سرعة التحويل أو زمن تحويل لكل عينة ناتجنا بيت التحويل رح روح إلى مسجلين أدي سي لو وأدي سي هاي طب ليش عندي أنا هوا مسجلين من معروف أنه الحاجة المسجلات الموجودة عندي في العائلة هو ثماني بيت فإذا كان عندي نتيجة التحويل هي عبارة عن عشرة بيت أكيد مسجل واحد ما رح يستوعبه رح أحتاج لعشرة بيتات لتخزين هالنتيجة وبالتالي رح أحتاج مسجلين بدل من مسجل واحد رح أشوف هليا بعد شوية كيف رح أقرأ هدولة المسجلين بعد شوية رح أشوف أنه المسجلين يمكن الوصول من خلال الكود فيجين باستخدام موقع واحد اسمه ووورد وهو عبارة عن ADC ورح يكون على يسار ADC هاي حتى أحصى على قيمة 16 بيت أنا أمستخدم منها برجع أمستخدم منها فقط 10 بيت هي نتيجة التحويل لحد هنا رح أقول عرض المخطط العام لوحدة المبدل ADC لكن لسه ما شرحت كيف تتم عملية التحويل قبل ما أشرح كيف تتم عملية التحويل رح أشرح مبدأ التقريب المتتالي مبدأ التقريب المتتالي إذا نتذكر الموازين القديمة اللي كانت مستخدمة مثلا لقياس الجبس أو البطيخ نتذكر أنه كان البياع يحط يحط الشيء اللي بده يزينه بكفة وبالجهة الثانية يضل يجرب بالأوزان حتى يتوازن هذا الميزان أول شغله رح يجرب فيه البياع أنه يحط وزن كبير وزن كبير إذا كانت أكبر إذا كان وزن أكبر من هال الشيء اللي هم وزنه رح تميل هالجهة أكتر من هالجهة وبالتالي رح قول أنه هالوزن غير مناسب رح يجيب الوزن الأصغر ويجرب إذا كانت وزنه أكبر من هيدا الطرف رح يكون الميزان هون تحت والوزن هون الشيء اللي عم رح يكون فوق وأيضا رح قول ما ن مناسب لكن لكن إذا ضل عندي أنه الميزان ما يلبي هذا الاتجاه كان يعم يقول الوزن اللي استخدمت أقل من الشيء اللي عم وزنه رح سم الشيء اللي عم وزن السهولة ب الوزن عم استخدمها أقل من شو رح يعمل البياء رح يضيف وزنه تاني وعات البياء عنده مجموعة واحدة من الأوزان رح يضيف وزنه أصغر ورح يرجع يشوف هل هيدا الطرف أكبر من إذا أكبر من رح يشيل الوزن الأخيرة الإضافة ويرجع يجرب الوزن اللي بعد إذا أقل من إكس ما رح يشيل شي رح يرجع يضيف وزن مباشر وهكذا حتى يتوازن عندي هذا الميزان هاي هي عملية الوزن ببساطة وهذا تماما تماما اللي بصير عندي المبدل ADC رح قول أنه القيمة اللي بدي بدلة من الشكل التشابه إلى الشكل الرقمي رح أعطي كمثال X ساوي 45 الوزنات عندي هي 32 16 16 8 4 2 1 طيب قبل ما تابع بالحديث منتبه هاي الأوزان المستخدم بمثالي الواحد هي 2 للقوة صفر الاتنين هي 2 للقوة واحد الاربعة هي 2 للقوة 2 8 هي 2 للقوة 3 16 هي 2 للقوة 4 و32 هي 2 للقوة 5 مشو بذكرني هذا الشيء بذكرني هذا الشيء بالترميز الثنائي الترميز الثنائي خلونا نمشي بهذا المثال شوي شوي رح قول انه عندي الشيء اللي عم اوزنه او الجهد اللي عم قيسه هو اكس تساوي 45 رح حط اول شيء بهاي الكفة رح حط القيمة 32 رح اجي لهون هل اكس اكبر او تساوي 32 رح شوف انه اكس اكبر والتالي رح ثبتها ل اكس رح ثبتها ل اكس و ضيف الوزن التالي هلا صار عندي 32 زائد 16 32 زائد 16 يساوي 48 48 هل هي اكبر او تساوي اكس ايه 48 اكبر من اكس وبالتالي رح شيله لل 16 انتبه 32 خليتها وال16 رح شيله فالموضوع انه هاي اول مسال على وزنه شلتا تابع شو ضل عندي بها الكفة فقط 32 تستخدم الوزن اللي بعدها 32 زائد 8 40 اكس اكبر او تساوي 40 او اكبر من 40 وبالتالي رح خليها لهي الوزن اذا ال 8 رح ثبتها 8 رح ثبتها رح تابع رح ضيف الوزن اللي بعدها اللي هي 32 زائد 8 زائد 4 صار عندي 44 اكس اكبر من 44 وبالتالي ايضا رح خليها لهي الوزن اللي هي الاربا رح تابع اكس رح تابع رح زيد الوزن التالي اللي هي 32 32 زائد 48 40 زائد 44 40 زائد اكس اكس اصغر من 46 وبالتالي رح شيلة لها الوزنة رح شيلة لها الوزنة اه 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 وتابع بعملية الوزن اخر وزنة موجودة عندي هي 32 زائد 8 زائد اه اربعة زائد واحد هي 45 45 تساوي 45 وبالتالي رح خليها لهي الوزنة طبعو شو صار معي انا خليه الوزنة 32 شلت الوزن 16 خليه الوزنة 8 خليه الوزن 4 شلت الوزن 0 خليه الوزن 1 اعاف هون شلت الوزن 2 خليه الوزن 1 كيف رح استخدم هذا الشي رح استخدم هذا شي باني رح عبر عن كل وزني خليتها بأنه رح أكتب مكانها واحد كل وزني شلتها رح أكتب مكانها صفر ورح رتب هل الواحدات والأصفار حسب أهميتها بمعنى تاني أنا عندي الـ 32 هي القطعة الأكبر أهمية وبالتالي هي رح تكون اللي هو وزنه 32 القطعة اللي وزنه 16 أنا شلتها فعبرت هوني بصفر القطعة اللي وزنه 8 قطعة وزنه 4 هذوري خليتهم القطعة اللي وزنه 2 رح شيرها والقطعة اللي وزنه 1 حافظت عليها إذن انتو وش طلع معي هون طلع معي إنه الوزن X الوزن X يكافئ وضع الوزنات 32 و8 و4 و1 وعبرت عن هذا الشي بشكل ثنائي بشكل أقول أني حولت حولت القيمة التشابهية 45 إلى قيمة ثنائية أو قيمة أصفار وواحدات بهذا الشكل وهذا ما يتم تماماً في المبدل ADC اللي بيعتمد مبدأ التقريب المتتالي بمبدأ التقريب المتتالي رح ضل لجرب غير أوزان بشكل متتالي حتى تخلص عندي هالأوزان بماع تاني إذا كان في عندي 8 بيتات أنا رح أجرب 8 وزنات إذا كان عندي 10 بيتات رح يكون في عندي شربة 10 وزنات وهكذا بمساري هون بنتبه أني جربت 6 أوزان وله هيك رح أقول أنه نتيجة التبديل عندي أنا هي 6 بيتات رزولت نتيجة التحويل هي مكونة من 6 بيتات هذا هو الشيء اللي بيصير بالمبدل ADC اللي بيعتمد أمتاء التقريب المتتالي طب هاي عملية وزن يدوية كيف رح نفز هاي العملية بشكل تلقائي أو بشكل لازمون في عندي نظام ينفزها لعملية الوزن بنتبه شو الشغلات اللي بحتاجها الشغلات اللي بحتاجها أول شي بدي شي يضيف الأوزان أو يلغي هالأوزان ثاني شغلة بدي شي يجمع لي هالأوزان وبيدي شي يقارن بين هالمجموعة والقيمة اللي عم أوزنه إذن هاي الشغلات لازم تكون موجودة عندي حتى أقدر نفز عملية تبديل من الشكل التشابهي إلى الشكل الرقم رح بلش أحصل على هالأشياء اللي بحتاجها لحتى نفزها لعملية تبديل آآ خطوة بالبداية رحقول في عندي هون شبكة شهيرة من المقاومات بسموها هذا المبدل من الشكل الرقمي إلى الشكل التشابهي رح شوف أنه قيمة كل خانة بتصغر مع الاتجاه أو مع الاقتراب من النقطة بمعنى ثاني شوف أنه قيمة الخرج رح تساوي قيمة الجهد الموجودة على النقطة بي صفر تقسيم ستة عشر زائد قيمة الجهد الموجودة على النقطة بي واحد تقسيم ثمانة زائد قيمة الجهد الموجودة على بي اثنين تقسيم أربعة وقيمة الجهد الموجودة على بي ثلاثة تقسيم اثنين هاد الشي شو رح ينفعني رح قول انه التحويل من الشكل الرقمي إلى الشكل التشابهي رح استفيد منه بأنه نطبق هون إما صفر منطقي أو واحد منطقي صفر منطقي او واحد منطقي Etsy صفر منطقي تقابل صفر فولت واحد منطقي تقابل بحالتنا هي LVC بنتبه أنه هذا التقسيم عندي يكافأ أنه قيمة الجهد على النقطة بي ثلاثة هي الأكثر تأثيرا على الخرج وأنا رح أخذ مصف القيم الموجودة هنا إذا اعتبرت أن كل القيم هي واحد منطقي أو هي 5 بولت رح أخذ مصف هالقيم الموجودة هنا وهي 2.5 بولت ومررها إلى الخرج الخانة اللي بعدها للVB2 رح شوف أني من هاي النقطة رح أخذ إما صفر عند الصفر المنطقي أو 5 على 4 اللي هي 1.4 بولت منتبه أنه وزن هاي النقطة أو الجهد عند هالنقطة يساوي نصف الوزن عند هالنقطة أيضا بشكل مشابه رح شوف وزن التأثير لB1 رح يكون نصف وزن تأثير الجهد عند B2 و4 وزن تأثير عند B3 وآخر الشي رح شوف أنه B0 هو الأقل أهمية أو قيمة أو تأثير الجهد عند نقطة B0 هو الأقل أهمية كاني عم قول هذا تمثيل أربع بيتات تمثيل ثنائي أربع بيتات شيني تمثيل صار في عندي هون أربع بيتات بمثال السابق كان عندي ست بيتات كان عندي ست بيتات معناته من خلال هالدارة رح نفذ عملية الجمع رح نفذ عملية الجمع لتأثير الأوزان والمطلوب مني أني بدل هالأوزان إما أول شي رح بلش بالوضع واحد منطقي على هيدا الوزع هيدا النقطة يا أما بثبته يا أما بعمله صفر بعدين رح حط واحد منطقي على الخانة التالية إما بثبته أو بعمله صفر وهكذا حتى أصى إلى الخانة الأقل أهمية ورح قول من خلال هيد دارة صار في عندي إمكانية الجمع إمكانية الجمع إذن هاي أول خطوة قدرت تعملها هي إمكانية الجمع لتأثير الأوزان الموجودة عندي بكفة الميزة جمع هاي أول خطوة ضل عندي عملية تبديل بين صفر و واحد على هالمداخل وعملية المقارنة كيف رح نفذ هذا الشيء انتبه هون أولاً عندي هاي الشبكة الـ R2R نفسها اللي شفتها بالشريحة السابقة بمعنى تاني هاي الشبكة هي المسؤولة عن عملية الجمع بالنسبة لي تبديل الأوزان بالنسبة لي تبديل الأوزان رح قول أنه في عندي هون بمبدلات استخصصي في عندي هون معالج رقمي مسؤول عن تبديل حالة هالبتات تبديل حالة هالبتات وأيضاً هلا بعد شوية رح قول أنه ما بس تبديل حالة هالبتات وإما رح يثبت هالبتات اعتماداً على نتيجة مقارنة أو رح يلغي هالبتات رح يثبت واحد أو رح حط صفر مقابل كل من هالبتات بنتبه هيدا البيت الأعلى أهمية هيدا الوزن الأكبر هون رح يكون عندي البيت الأقل أهمية إذا متبه هون شو صار عندي عملية جمع وعندي هون الشخص اللي عام يجرب الأوزان عام يحط الأوزان أو يشيل الأوزان بعدما وضعت الأوزان وجمعت تأثيره يوضع عندي هذا المضخم غير العاكس يوضع عندي هذا المضخم غير العاكس حتى ما ركب أي حمل على هالشبكة المقاومات هالمضخم غير العاكس خرجوا لين بيروح خرجوا بيروح على مقارن مقارن جهد مقارن جهد مقارن جهد ما قلته هون يقارن بين الفي ان أو قيمة الجهد الموجود على أحد المداخل اللي هو عندي بي مثالي اللي شرحته سابقا هيدا مثلا الجبسة أو البطيخة اللي عام قيسة هيدا هو الفي ان مي عام قارن معه عام قارن معه مجموع تأثير الأوزان فإذا كان هذا المجموع إذا كان هذا المجموع أكبر من الشي اللي عام أوزنه أكبر من اكس لازم يكون عندي نتيجة المقارنة هي صفر وبالتالي لازم شيل الوزنة اللي أنا هم جربها حاليا إذا كان هذا المجموع اللي عام قارنه أصغر من اكس أصغر من في ان رح يكون عندي الناتج هو واحد وبالتالي رح يتم تثبيت الوزنة اللي أنا هم جربها وبالتالي لحد هالنقطة رح يقول أنه أقدرت أول شي جرب الأوزان من خلال هالمعالج إجمع تأثير هالأوزان وقارن هذا التأثير مع الشي اللي عام أوزنه وفق نتيجة هالمقارنة إما رح ثبت إما رح ثبت الوزن أو رح شيله لهذا الوزن أو حزوث لهذا الوزن تثبيت الوزن تعني تثبيت القيمة واحد في أحد هالبتات اللي أنا عم اختبرها عم اختبر تأثيرها على عملية الوزن أو إزالة الوزنة تعني وضع صفر على أحد هالبتات اللي عم حاول أدرس تأثيرها على عملية الوزن بشكل أساسي لحد هم رح خقول أني وضحت عملية التبديل من الشكل التشابهي إلى الشكل الرقمي باستخدام شي اسمه مبدأ التقريب المتتالي طبعاً يوجد طرق أخرى لإجراء عملية التبديل لكن هاي الطريقة المتبعة في المتحكمات من عائلة AVR ومثال هالطريقة أنه عم تجري لعملية التحويل بعدد مقبول من دورات الساعة اللي هي بحتاجها هذا المعالج بما تاني أنا مع كل دورة الساعة رح أغير قيمة أحد البتات وشوف ناتج عملية الوزن عملية التبديل تحتاج وقت إضافي ما بس لاختبار هالبتات لكن عم قول هون أنه أنا بحتاج إشارة ساعة لحتى مع كل حافة بيشتغل عليها هذا المعالج نفذ عملية اختبار لأحد هالبتات رح توقف به هذا المقطع عند هاي النقطة وتابع به المقطع التالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من خطئ جاب صلح موسيقى